كنت متوقعة حالة النجاح الكبيرة اللي حققتها شخصية ناديهية وزكريا واللي حصل على سوشيال ميديا الناس يعني أنا بقولك بقى تجميع المسجز اللي جايلك والكومنتز تاعت الناس من أول ما عارفوا ان انت هتبقى يمنورانا النهاردة ان هم حاسين احنا شفنا بيوتنا كأسر زباط بمرطاتهم بكده بعنينا طبيعية مش قادرة أقولك دي بساتتني قدية بصراحة ما كنتش متوقعة كلك أنا لما جيت أشارك في الاختيار تحديدا أنا عارفة انه الجانر بتاع المسلسل مش ما فيهوش العنصر النسائي أو يعني الجزء الأولاني كان ملحمي شوية حكتة المعاية وعموما يعني حتى من الضبط الجزء الأولاني كان ما فيهوش دراما قوي يعني كان كله توثيق لأحداث مهمة حصل في البلد فترة معينة ومهم يعني حلو ان احنا نشوفه لكن ما كانش فيه عنصر الدراما يعني فبرضو ده كان متوقع في الجزء الثاني بالرغم من ان اللي تقال يعني وقتها لا احنا هنركز أكتر مهم ان احنا نبين الحياة الشخصية للناس دي الزباط دي عاملة ازاي معاناة الأسرة معاناة الزوجات الأولاد مهم ان الهدف كانوا عايزين يبينوه يعني فده شجعني جدا وانا برضو كنت عارفة انه فيهوش هيبقى فيهوش تسليط يعني زي ما بقولك الجار بتاع المسلسل حتى في الجزء الثاني توثيقي اكتر يعني ببين فترة اللي حصل فيها احداث كتير في البلد فانا عارفة برضو ان ما كانش التركيز هيبقى كبير قوي على الجزء الدراما لكن كان بالنسبة لي شرف لي اني اكون جزء من عمل مهم زي ده برغم مساحة الدورموك ما تكونش كبيرة قوي الدراما ما تكونش كبيرة قوي يعني فهمة المشاركة كانت هكون مجرد شرفية ان انا اكون مبسوطة اني بس ابين الستات دي عايشين ازاي وبتعاني ازاي الفترة دي كانت اتعدت عليهم ازاي فلكن اني اتوقع انه التفاعل ده مع الناس وانه يؤثر فيهم قوي وانه يوصل لهم بالطريقة دي انا ما كنتش متوقعها خطس الحقيقية والناس نفسها تفاجئت لما لقوا ان نجمات كبار شايلين الادوار بتاعت زوجات الزباط قالوا لا يا جماعة اكيد مش هيطلعوا كتير ازاي وفقوا بس بجد على فكرة هو احنا فعلا ما طلعناش كتير بس المشاهد مؤثرة جدا بس المشاهد مؤثرة برافو عليك يعني كحجمه ككمية مش ما كانتش زي كل سنة زي ما الواحد بيشارك في عمالي انا زي ما اقولك كنت مشاركتي اللي شجعني لي انا هكون شرفية اني اكون جزء من ده لكن المشاهد كانت حلوة قوي يعني حقيقي المشاهد كانت مكتوبة حلو فعلمت يعني الحمد لله ده من حسن الحظ يعني اهم خيط كان عجبك في شخصية نادية كده وحاستي ان انا عايز اعمله عشان كده زي ما بقولك هي فكرة في الاول خالص انه حاجة شرفية اني اكون جزء من ده لكن لما لقيت فيه جزء بقى انساني جدا العلاقة اللي ما بين زكريا ونادية الحنية التبطبة التفهم الاستيعاب ممكن يكون فيه ضغط على الست دي جدا وعلى ستات كلهم طبعا وزوجات الزباط طبيعة الحقيقة صعبة يعني انه نازل روحه على كدفه نازل هي مش عارفة وخصوصا في الفترة دي مش عارفة هيرجع تاني ولا لا وفي نفسها مش قادرة تحمله خوفها وقلقها ده لان هي عايزة تريحه ففيه صراع انا اتكلم كمان بالتحديد شخصية نادية يعني وهي اكيد يعني الاستهواني او الصراحة يعني الصراع ده الانساني خليه